عموماً أروح لي حاجة تانية في ترند الترند خبر مهم جداً معنا وهو ليه علاقة بالمباريات القادمة في الدوري دوري أبطال إفريقيا وكان لنا السابق دايماً في هذا الملف معاكو والنهاردة معنا سابق أيضاً وإحنا بنعرض لكم جدول مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية بالملاعب وبالتوقيت وبالزمن 17 أكتوبر الوداد والأهلي في مركب محمد الخامس في كازابلانكا الرجاء والزمالك يوم 18 أكتوبر أيضاً في مركب محمد الخامس في كازابلانكا مباريات الإياب 23 أكتوبر الأهلي والوداد على أستاذ برج العرب الأسكندرية 24 أكتوبر الزمالك والرجاء على أستاذ برج العرب الأسكندرية 6 نوفمبر الفائز من نصف النهاء الأول ونصف النهاء الثاني وسيكون تحديد الملعب بالأرعى في الفترة القادمة إن لم يكن هناك ملعب محايد سيميفاينال الكونفيدرالية نهضة بركان حسنيت أغادير في مركب محمد الخامس في كازابلانكا 19 أكتوبر برامز وحراك ونكري في ملعب مولاي عبدالله في الرباط يوم 20 أكتوبر والفاينال تم نقله من مركب محمد الخامس إلى ملعب مولاي عبدالله بالرباط يوم 25 أكتوبر نزيج طبعاً للدار البيضاء حالياً في كازابلانكا موضوع فيروس كورونا فالاتحاد الأفريقي خد إجراء احترازي ونقل النهائي هيكون في الرباط حتى لو لسه بعد شهر هذه المبرأة آخر فقرة وده الخبر الأبرز المهم في هذا الموضوع الاتحاد الأفريقي عيدعم الأندية اللي هتشارك في دور الأبطال والكونفيدرالية بـ 50 ألف دولار لكل فريق خلال الفترة القادمة في كل رحلة سفر قدامكم على الشاشة هي 50 ألف دولار لكل فريق خلال الفترة القادمة عن كل رحلة سفر يعني الأهل لما يسافر للمغرب عشان يواجه الوداد فيه 50 ألف دولار دعم للنادي الأهلي نفس الأمر للزمالك نفس الأمر للرجاء والوداد لما يجي لعبوا الأهلي وأيضاً فيه الكونفيدرالية حتى لو الوصول النهائي لو الأهل يلعب النهائي خارج مصر فيه خمسين ألف دولار أخرى كدعم من الاتحاد الإفريقي بعد التنصيق وهذه الأموال مصروفة من الاتحاد المصري ومن الجامعة الملكية المغربية كل توفية رب للنادي الأهلي وأخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ندخل بقى في تريند الأهلي ونشوف السوشيال ميديا وحادثها بعد مباراة الأمس بين الاتحاد والأهلي في الدوري العام